وفي بيانٍ عقب اجتماعٍ عقده مجلس الوزراء في وقتٍ سابقٍ اليوم حذرت الحكومة بأنها ستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع أي نشاطاتٍ تحريضيةٍ على الدولة وأمن المجتمع البيان أشار إلى أن مجلس الوزراء تابع عن كثبٍ ما واكب تجمعاتٍ غير قانونيةٍ جرت خلال الأيام القليلة الماضية وما تخلى لها من تجاوزاتٍ وإساءاتٍ وتحريضٍ مفتوحٍ على الدولة وما تضمنته من تهديدٍ للسلم المجتمعي فضلاً على التعدي على سلطة القانون ورجال الأمن العام وأضف البيان أن مختلف الأجهزة المختصة مارست أعلى درجات ضبط النفس إزاء هذه النشاطات وما تخلى لها من تحريضٍ مباشرٍ يشكل خرقاً للقانون واعتداءً صارخاً عليه بأمل أن يثوب من يؤججون هذه التصرفات إلى رجدهم وأن يعودوا إلى جدة الحق والصواب وأكد المجلس أن محاولات التحشيد وما واكبها من اعتداءاتٍ على بعض مرتبات جهاز الأمن العام وما تخلى لهذه التجمعات غير المشروع من كلامٍ وسلوكياتٍ تحريضية تشكل مخالفاتٍ قانونية مكتملة الأركان تمس صلب ثوابت بلدنا ومرتكزاته الدستورية وأدبياتنا المتوارثة منذ نشأة الدولة وأشدد المجلس على أن وزارة الداخلية لن تسمح أبتاتاً بإقامة أي تجمعاتٍ أو فعالياتٍ أو إقامةٍ لبيوت شعرٍ أو غيرها من المنصات كما ستتعامل بأقصى دراجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة وما يتخللها من أقوالٍ وسلوكياتٍ تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع ترجمة نانسي قنقر